موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الآلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الآلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة بالتأكيد ده مهمة جدا لأن حلقة نهاية الأسبوع هيكون فيها كل الكواريس والأخبار والموضوعات الموجودة في الساحة الرياضية خلال الساعات الأخيرة ونقدر نقول حصاد هذا الأسبوع من عدة موضوعات نحاول نحسن فيها بعض التفاصيل قبل ما نشوف إلا هيحصل الفترة اللي جاية والأسبوع اللي جاي لأن الأسبوع اللي جاي أكيد هيكون فيه مباريات مهمة جدا عندنا مباراة من الجمعة مع مدياما الغاني في كوماسي في نهاية الأسبوع المقبل كمان الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة في دورة أبطال إفريقيا مع يانجي أفريكان فالأسبوع اللي جاي كل الكلام على التفاصيل المتعلقة بمواجهتي الآلي في الجولة الخمسة والجولة السادسة من دورة أبطال إفريقيا النهاردة على بركة الله سفرت بعثة فريق النادي الأهلي إلى كوماسي لخد واستعدادا لمباراة مدياما الغاني يمكن الرحلة تأخرت شوية حصل عرط لكده بسيط في الطيارة ولكن بإذن الله البعثة تصل مساء اليوم بسلامة الله وعلى خير إن شاء الله استعدادا لمباراة مدياما يوم الجمعة اللي جاي حالة النهاردة في هيكة أوليس كتيرة هنتكلم كمان النهاردة في اجتماع في التحايد الكورة هنتكلم على بعض النقاط والموضوعات اللي بتأكيد بالسوشيال ميديا بتتكلم عليها في الساعات الأخيرة قيمة النادي الأهلي اللي استقر عليها مرسل كولر أبرز الغيابات اللاعبين اللي هيكونوا إن شاء الله في التشكيلة الأساسية اللي هيلعب بيها كولر مباراة مدياما يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي ومدياما الجاني في دور أبطال إفريقيا توقعاتكم للنتيجة ومين ممكن يسجل الأهداف ونتمنى يا رب يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في هذا اللقاء الهام جدا تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من تعليقاتكم على نتيجة اللقاء ومين ممكن يكون سعيد الحظ في إحراز أهداف يعني تضمن للأهل الصدارة والتأهل مبكرا قبل حسابات الجولة الأخيرة أو قبل الدخول فأي حسابات معقدة متعلقة بنتائج مباريات دور الأبطال في الإسبوع القادر لكن نروح لأهم العنوان البداية في تريند الأهلي بعثة الأهلي تطير إلى غانا وفي التريند المحلي مجلس الجبلية يجتمع لمناقشة طلبات حسام حسن وفي التريند العالمي بايرني ميونيخ يعلن رحيل تخيل نهاية الموسم أنا بيعجبني في الأندية الأوروبية لما بيكون فيه قرار من قبل الموسم بيخلص الناس بتبقى عرفة ومحددة أهدفها إقالة مدير فني التعاقد مع مدير فني جديد دايما المدارس الأوروبية لها سياسات كده أنا بشايفها بصراحة يعني سياسات إيجابية في التعامل مع قرارات الإقالة أو تعيين أجهزة فنية جديدة للمواسم المقبلة طب نروح لإستعارات مباريات اليوم والنهاردة استئناف لمباريات تجاولة الدور الستاشر من دور أبطال أوروبا مباراة كبيرة جدا وقوية جدا في إيطاليا النهاردة ساعة عشرة نابولي هيستضيف برشلونة في نفس التوقيت بورتو البرتغالي هيستضيف أرسنال الإنجليزي مباراتين مهمين جدا ولكن نابولي وبرشلونة مباراة في غاية القوة نروح لدور الإنجليزي ومباراة أيضا الساعة تسعة ونص بتوقيت القاهرة ليفربول هيستضيف لوتين التاون دور الإنجليزي على فكرة تاخدوا بالك كل عجلة فيه سريعة شوية عشان موعيد نهاية الموسم سواء الحالي أو حتى المقبل نتيجة البطولات اللي بيحددها الفيفا سواء كاس عالم أنداء أو حتى كاس عالم في الولايات المتحدة الأمريكية عشرين ستة وعشرين دي كانت البداية المتعلقة بأبرز الموضوعات اللي هنتكلم عليها وجدول المباراة نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل أعلا بحضراتكم من جديد عندي بالتأكيد كوليس مهمة جدا متعلقة بسفر فريق النادي الأهلي إلى غانا يمكن على برقة الله سفرت بحثة فريق النادي الأهلي النهاردة ظهر اليوم إلى غانا عبر رحلة خاصة يمكن رحلة أخرت حوالي ساعتين نتيجة عطل فني لكن إن شاء الله بإذن الله تكون رحلة موفقة لبحثة فريق النادي الأهلي مرسل كولر على فكرة ليه فضل أنه يسافر بدري النهاردة الصبح عشان يعمل تدريب مسائي في أحد الملاعب الفرعية القريبة من فند الإقامة كان اتفق عليه الكابتن سامير عدلي المدير الإداري اللي سبق البحثة بحوالي 24 ساعة يرتب كل الإجراءات اللوجستية لبعثة فريق النادي الأهلي فور الوصول إلى كوماسي ولكن قدامكم هو على الشاشة بقى الكواليس واللقطات الحصرية لرحلة وكواليس بعثة فريق النادي الأهلي إلى غانا بالمناسبة يمكن قدامكم في اللقطات الكابتن خالي تبيبو موجود ومبارح كان فيه خبر خرج أن الكابتن خالي تبيبو هيسافر مع الكابتن سامير ولكن في اللحظات الأخيرة الكابتن خالي تبيبو يمكن تعرض لنزلة برد قوى جدا منعته من الصفر مبارح ويمكن خاد بقى مضادات حيوية وخاد علاج مكسف عشان يكون موجود مع البعثة النهاردة وزا ما انتوا شايفين هو موجود النهاردة هو مع البعثة في رحلة الصفر إلى غانا لكن الكابتن سامير عبلي كان سافر بالأمس عشان يرتب كل الإجراءات الجستية لبعثة فريق النادي الأهلي الصفر من 12 الظهر للساعة 2 الساعة 2 دول أعتقد ممكن يعمله تأخير شوية طبعا في وصول البعثة البعثة كانت مفيد توصل للساعة 5 المغرب يعني فكده ممكن توصل في حدود حوالي الساعة 7 أو 8 بالليل فأيبقى تدريب خفيف بقى بالقرب من فندو الإقامة وبكرة تدريب على ملعب بابا يارو في مدينة تاكوماسي طبعا قدامنا اللاعبين اللي موجودين النهاردة في رحلة الصفر في قيمة الأهلي المسافرة إلى آغانا ده الجانب المتعلق بالصفر والعطل اللي حصل في الطائرة وده بالتأكيد التأخير اللي ممكن يسمح للجازل فإنه يتمرن نهاردة ولكن هيبقى تامرين خفيف مش هيتمرن تامرين الرئيسية لكن كل التدريبات المهمة اللي كان عايز يعملها كولر عملها في العامل اللي فاتت وأكبر دليل على ذلك لما قلت لحضراتكم من يومين إن الأهلي عايز يسافر الأربع مش التلات لأنه كولر بيشتغل على حاجتين أولا يقلل مدة الصفر في أي رحلات خارجية في ظل أن الفترة الجاية مطشط كتيرة ورحلات كتيرة والجانب الثاني كل الأمور الفنية يخلصها من هنا بحيث وإنت بسافر ما تضمنش أي ظروف خارجية بره فبلاش تحط نفسك تحت ضغط اللي أنت بتدور على ملعب تحت ضغط أن فيه منافس بيرقبك أو بيتفرج عليك بيشوف الملعب الفرعية اللي أنت هتتدرب عليها يبقى فيه ممكن أمور تمنعك أن أنت تستعد بشكل جيد خارج القاهرة فدي نقطة كولر بيشتغل عليها مع الجهاز الإداري قيمة اللاعبين اللي سفروا النهاردة وزيما شايفين معنا يمكن على الطيارة والرحلة الخاصة اللاعبين اللي موجودين وشايفين أعضاء الجهاز المعاون مع مرس الكولر في حراسة المرمة مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف خط الدفاع محمد هاني محمد عبد المنعم علي معلول كريمي الدبيس علي رمي ربيعة ياسر إبراهيم في خط الوسط أكرم توفيق مصطفى أبو الخير لعب النادي الأهلي أصاعد مواريد 2005 فيه كمان عمر السلية كريم ندفد إمام عشور مجدي أفشا كريم فؤاد وكمان فيه حسين الشحات ردة سليم برستاو عاد من جديد لقائمة الأهلي بعد مغاب القائمة اللي فاتت طاهر محمد طاهر ومودست وكمان وسام بو علي محمود ده قهربة زي ما انت عارفين في اللحظات الأخيرة يمكن الجهاز الفن فضل عدم تواجد ده قهربة لظروف خاصة به أكيد الكل أكيد تابع الفترة الأخيرة ماذا يحدث فيه فكرة الاستعانة بكهربة استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني وبالتالي هي رؤية لمرسل كولر أنه هو يستعين بمودست ووسام بو علي بعد وجود كهربة في القاهرة النهاردة كهربة كان موجود على فكرة فيه تدريب المستبعدين فبالتالي كهربة مش موجود مع الفريق لظروف خاصة وظروف أسرية لكن أبرز الغيابات مروان عطيه تراقم الإنذارات بخلاف محمود كهربة كمان فيه غيابات محمود متولي وحمد عبدالقاد ده قرار فني من مرسل كولر وفيه عمر كمال ومحمود الزنفولي حارس المرمى لعدم القيد في قايمة الإفريقية ناس كتيرة ممكن تكلمني طيب دي القايمة ودول المستبعدين تشكيل الأهلي في مباراة ميدياما هل هيشهد تعديلات أو تغييرات لو هنتكلم على الحداشر اللي بدأوا مباراة ميدياما فيه عنصر مش هيكون موجود لطلاقهم الإنذارات بسبب الإيقاف مروان عطيه طب مين ممكن يعوض غياب مروان عطيه بديه كده ممكن الناس تتوقع أقرم توفيق بنسبة كبيرة في مركز ستة فممكن يبدأ مكان مروان عطيه عايز أأكد كمال على حاجة احنا نبرح لما طلعنا واتكلمنا على أبرز اللاعبين اللي هيكونوا موجودين في الرحلة قلت مع بيرسي تاو ومودست أحمد نبيل كوكا طبعا بالليل لما طلعت القايمة الرسمية فالناس شافت أحمد نبيل كوكا مش موجود في القايمة فازاي نقول أحمد نبيل كوكا يا جماعة احنا قلنا الأسماء المرشحة للسفر نتيجة النهاية الحمد لله بتشارك في التدريبات ولكن القرار الفني في النهاية لمرسل كولر كولر في النهاية شاف أن كوكا بقى له فترة غايب زي أحمد عبدالقادر بقى له فترة غايب فقال لك لا بلاش أستعين بيه في المباراة دي وبالتالي أستعين بيه اللاعب الصاعد اللي موجود معاه في هذه الرحلة مصطفى أبو الخير فبالتالي مصطفى أبو الخير هيكون موجود في هذه الرحلة وبالتالي ده وجهة نظر فنية لمرسل كولر برضو فكرة الاستعانة بقهرابة لغاية اللحظة الأخيرة محدش كان واثق ومتأكد هل قهرابة هيكون موجود ولا مش هيكون موجود ولكن في النهاية دي القايمة اللي تم باختيارها من قبل المدير الفني السويسري مارسل كولر وبالتالي اللي اتمنى التوفيق رب لي الفريق في هذا اللقاء طيب مركز ستة في ظل غياب مروانة عطية مين ممكن يشغل هذا المركز زي ما قلت كده بديه أكيد هيكون أكرم توفيق ولكن في التأسيم الأخيرة وفي التدريبات الأخيرة كولر كان مركز بنسبة كبيرة على مصطفى أبو الخير هل ممكن مصطفى أبو الخير يكون مفاجئة كولر في مباراة ميدياما هل كولر هيستعين بأكرم توفيق في هذا المركز في ظل إن أكرم توفيق يا جماعة لما بدأ في توظيف أكرم في مراكز الملعب كان دايماً بيلعب في مركز ستة قبل ما يروح يلعب في مركز الظاهير الأيمن أو الباكرايت وبالتالي هنشوف هل كولر هيستقر على مين يبدأ مكان مروانة عطية في جانب تاني متعلق به الجانب الهجومي ماتش اللي فات بدأ بطاهر وحسين ومودست المرة دي انت معاك ريدا سليم خد جزء من المباراة اللي فاتت هل ممكن يبدأ به؟ عندك برس تاو رجع بعد غيابه عن المباراة السابقة نتيجة الإجهاد اللي تعرض له بعد مشاركة طيبة جداً ليه مع منتخب جنوب إفريقي هل ممكن يبدأ به؟ هل ممكن يفاجئ الناس كلها ويبدأ به والمهاجم الفلسطيني وسام بو علي اللي عنده يعني مش عايز أقولكه حماس منقطع نظير يعني حماس كبير جداً وتحدي كبير جداً والولد عايز يلعب مباراة مهمة زي دي في دورة أبطال إفريقيا أو كان بيحاول يلحق مباراة شباب بلوزداد فهل ممكن يدفع به وسام بو علي وبالتالي الشكل الهجوم يتغير بوجود وسام وبرستاو وردة سليم على حساب حسين وطاهر ومودست الدفع بأكرم أو مصطفى بو الخير مكان ماروانة عطية الجانب الدفاعي مفيش في أي مشكلة عالي معلول موجود ومحمد هاني وفي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بالإضافة إلى الحارس المتميز مصطفى شباب فدي إطلالة كده سريعة قلت حطوكم في الصورة قبل معادل مباراة 48 ساعة القيمة التشكيل الاختيارات الغيابات اللي ممكن يشتعل عليها مرسل كولر في مباراة ميديامة الغيني طيب ده جانب بخلاف الصفر والكواليس الصفر والطيارة وقيمة الفريق والتشكيلة الأساسية شايف إن فيه ألأ في اختيار الحكام اللي بتدير مباراة دور الأبطال في الجولة الخامسة والجولة اللي جاية والألأ ده ألأ صحي ليه ألأ صحي؟ كل حكام النخبة وحكام الصف الأول والحكام البروفيشنال في الاتحاد الإفريقي في قيمة الحكام مش موجودين ومش متاحين دلوقتي لإن فيه معسكر هيتنظم في الأيام اللي جاية في أسيا معسكر لكل حكام المرشحة لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عشرين سبتة عشرين والمعسكر ده هيستمر لغاية واحد مارس لغاية يوم واحد مارس وبالتالي فكرة إنك تشوف حكام النخبة أو الحكام البروفيشنال اللي هيكونوا موجودين في المباراة دي مش هتلاقي عشان كده من ثلاثة أربعة يام لما أعلنت عن حكام مباراة الأهل ومديامة الناس كلها تفجئت حكم جابوني مش من حكام الصفوة حكم في كاس الأمم كان دايما كل المباراة حكم رابع ما قدرش غير مباراة واحدة ورجع بعد الدور الأول فالناس قلقنا طبعا تقنية الفار مش موجودة في دور المجموعات فالناس متخوفة طيب ربنا يكرمنا ونعد الموتش ده على خير أنا أتمنى نرجع بأي نتيجة إجابية تعادل مكسب بيبقى حلو قوي ولكن مهم جدا نرجع بنتيجة إجابية لأن الجولة الأخيرة هتبقى يوم الجمعة واحد مارس في توقيت واحد هنلعب مع ينجة أفريكنز في السادق قاهرة الساعة 6 وبلوزدادة هي الصديف ميدياما الغاني في ملعب خمسة جوليا في الجزائر أيضا الساعة 6 طاقم تحكيم مباراة الأهل وينجة أفريكنز يعني غالبا بنسبة كبيرة حكم مش من حكام النغبة وحكم مش من حكام الصفوة وحكم حسب ما وصل لي أدار قبل كده للأهل مباراة مع سندونز بس هل مباراة الأهل و سندونز اللي كانت في الدور الإفريقي ولا في دور الأبطال أنا يعني على يوم السبت إن شاء الله مع بداية الإسبوع هيكون معايا اسم الطاقم أو أسماء الحكام في الطاقم هذه المباراة ولكن المعلومات اللي جات لي إن كل الحكام المتميزين اللي كانوا في كسل أمم واللي هم النخبة الإليت A أو البروفيشنال كلهم موجودين في معسكر في أسيا بيتنظم من خلال الفيف عشان كسل على هيبقى فيه محمد معروف وهايبقى فيه أمين عمر وهايبقى فيه مصطفى غوربال وهايبقى فيه كل الحكام اللي هم البروفيشنال اللي موجودين في قايمة النخبة ولكن هل ممكن الحكم البنيني لويسا دي جندو اللي قدر مباراة الأهل و سندونز في الدور الإفريقي هو اللي يدير الجولة الأخيرة يوم السبت هيكون عندي إيجابة على هذا الكلام بمناسبة الحكام الأفرقة وأنا عارف الملف ده الجماهير دايما بتحب تهتم بتفاصيله جات لمعلومة أن فيه حكام من حكام النخبة خرجوا من قايمة البروفيشنال بعد كاس الأمم بيتعامل تصنيف من جديد للحكام الأفرقة معلوماتي أن فيه اتنين خرجوا من قايمة البروفيشنال من؟ الأسليوبي بملكة سيمة والمرشيوس الحكم أحمد امتياز هيرال الحكم الرابع اللي كان موجود في مباراة مصر والكونغة ديمقراطية الحكم الممرشيوس أحمد امتياز هيرال حسب المعلومات اللي وصلتلي اللي اتنين دول خرجوا من قائمة البروفيشنال ومش هيكونوا ضمن الحكام المحترفين وهيتم تصعيد مكانهم اتنين تانيين منهم حكم سومالي اسمه علي كورتان وعمر كورتان وفي حكم اخر يعني برضا على يوم السبت ان شاء الله هحاول اعرف باقي التفاصيل ولكن فيه اهتمام اعلامي مهم جدا من جانبنا لملف التحكيم الافريقي لاعادة تصنيف الحكام الافرقى مع ختام مباريات دور الابطال واحنا داخلين على مباريات الادوار النهائية وبالتالي ده الشكل اللي موجود دلوقتي ولكن مباراة يوم الجمعة حكم جابوني المباراة الاخيلة مع ينجا افريكانز حسب الكلام اللي وصل لي حكم بنيني كان ادار مباراة الاهل وصندونز ده اللي وصل لي فهل هو فعلا ولا ممكن يكون حكم تاني ادار مباراة كبيرة ما بين الاهل وصندونز في الفترة السابقة يوم السبتة يكون عندي اجابة رسمية ومعلنة ومؤكدة في هذا الشهر لكن حكام النقبة مش موجودين في الجولة الست لان الجولة الستة هتتزمن مع توقيت 1 مارس و2 مارس وده توقيت ختم معسكر الحكام الاليت ايه والبروفيشن اللي راحين كسعالم في الولايات المتحدة الامريكية توقيت المعسكر جاي في توقيت رخم جدا احنا عندنا مباراة حاسمة في دور الابطال ولكن هنشوف الكافة يتعامل ازاي مع هذا اللقاء دي كانت كل الاخبار المتعلقة برحلة الاهل الى غانا حكام المباراة الافريقية قيمة الفريق المعسكر الترتيبات التشكيلة والغيابات طيب نتكلم برضو على نهاية كأس مصر كل يوم كده احنا معنا ممكن تكون معلومة جديدة يعني نحاول نقرر شوية من المشهد اللي اختياراتها تبقى ازاي لحكام نهاية كأس مصر بين الاهل والزمالك مباراة كانت فيه ردود فعالة كبيرة جدا على المعلومات اللي زكرتها مباراة في برنامج التريند بخصوص لجنة الحكام بتفكر ازاي اختيارات حكام نهاية كأس بين الاهل والزمالك الناس بشايفاها ممكن تبقى ازاي وهم قاعدين على الترابيزة كده بيحطوا الاسماء وبيحط الاختيارات مين يستبعد مين ممكن يكون اقرب اللي اختيارات ماشية ازاي وكان فيه ردود فعالة كبيرة على الاسم اللي طرحتهم بارح طبقا للمعلومات اللي وصلتلي ان ابحمد معروف الاسم الاقرب فيه اختيارات بريرة انه ممكن يكون حكم لهذا اللقاء في الظل ان اخر نهائي كأس اداره امين عمر اخر نهائي كأس السوبر اداره محمد عادل اخر مباراة قمة بين الاهل والزمالك ادارها محمود البنة فصعب جدا يستعين بابراهيم نور الدين لان ابراهيم نور الدين حاليا لا يسند ليه اي مباراة لانه لم يحضر للاختبار البدني اللي اجري الشهر الماضي في نادي النصر طبقا لتعليمات بريرة صعب جدا يستعين باحمد الغندور اللي ما كانش موجود في كأس الامم في ادارة هذا اللقاء صعب جدا يستعين بمحمود ناجي اللي موجود في الاليت بي في قيمة الكاف هو اللي يدير هذه المباراة بعيدة شوية فبالتالي اختياراته ومناقشاته ممكن توصل لمرحلة ان يكون محمد معروف هو الاقرب ولكن زي ما قلت لحضراتكم لسه ما فيش حاجة حاسمة لسه ما فيش حاجة رسمية ولكن دي المعايير او الانطباعات اللي موجودة في دماغ وعقلية فيتور بريرة عن اختيار حكم المباراة نفس الامر بالنسبة للمساعدين على الرغم على فكرة ان وصلي برضو ان الحكام المساعدين اللي كانوا موجودين في كأس الامم كانوا موجودين في نهاية كأس السوبر فممكن يتم اختيار حكام اخرين سامي هالهل سامير جمال في ناس بتطب انها تاخد المباراة فممكن في المساعدين تحديدا تحصل تعديلات او تغييرات هل بريرة هيتمسك ان حكام كأس الامم سواء ملعب او فار او مساعدين هما اللي يدير المباراة ده هنشوفوا الفترة اللي جاية ولكن في معلومة تانية اضافية يعني رنت كده في ودني وركزت فيها شوية حكام الفار محدش قادر يوصل للأسماء في ظل ان قلت لحضراتكم بعد كأس الامم محمود عشور كان هاجم بريرة فكل الاراء اللي انا بتوصلي من خمسة شالع الجبلية مقر اتحاد الكورة صعب ان بريرة يستعين بمحمود عشور ده الكلام اللي وصل لغاية دلوقتي فجات لي معلومة كده ان ممكن ممكن بريرة يعمل صبورت لطاقم كان موجود في كاس العالم في الارجنتين من الفيفا الطاقم ده اللي كان فيه محمد معروف حكم ساحة وكان معاه عمر الشناوي حكم فار فهل عمر الشناوي ممكن يكون موجود حكم فار في مباراة القمة بين الاهل والزمالك ده وارد فكرة انك تعمل صبورت لطاقم تحكيمية تحديدا في الفترات دي سواء كان في كاس الامم او اخر نسخ الكاس عالم ده تفكير ممكن رايح له بريرة وعلى فكرة جماعة الاوروبيين دايما لهم تفكير مختلف شوية عن الاراء الفنالة ممكن تتألفوا مصر يعني في مصر ممكن لو رئيس اللجنة مصر يقولك ايه عدي بالمباراة البرر الامان فهات مثلا ايه محمود البنة او محمد عادل هات مثلا حكم ما كانش موجود في اخر مباراة اهل وزمالك فيه يعني تفكير ممكن من اي رئيس لجنة مصر يفكر بالشكل ده ولكن الاوروبيين تحديدا لهم عقلية مختلفة شوية يقولك ايه والمفروض انا بتكلم على العقلية الاوروبية بتفكر كده لان العقلية الاوروبية موجودة في الويفا وموجودة دايما في تطوير التحكيم في اي مكان في العالم فتقولك ايه انا لو جبت محمد معروف طبيعي يجيبه عمر الشناوي لان الاتنين كانوا موجودين في كاس عالم وكانوا اختيار فيفا فده طاقم ممكن اعمله سابورت عشان فيما بعد فيه ناس تقولك برضو زي الاوروبيين ما بيفكروا لو عندك حكم كان موجود في كاس الأمم فلازم يدير اهم مباراة عندك دايما الناس بره بتفكر بالشكل ده فالمعلومة اللي راني تفقدني شوية لو محمد معروف تم الاستقرار عليه غالبا هيكون عمر الشناوي في تقنية الفيديو هل بقى ممكن يتم الاستعانة بطريق مجدي بيه وقال فرحان بيه حسام عزب حجاج ده هنشوفه في الفترة جايه هل ممكن يتم الاستعانة بحكم من حكام الساحة الدوليين في تقنية الفيديو رغم ان قيمة تقنية الفيديو اللي هي الفار الدولية ما فيهاش غير من الليستة الدولية الا محمود ابو الرجال بس كحكم مساعد لان كده كده لا امين ولا معروف ولا عادل ولا حتى امين ولا حتى محمود البنة معهم شارط الفار الدولية اللي هي بتاعت الفيفا لست فار فهنشوف الامن اللي جايه انا كل يوم كده بس ايه بفكر معاكم بقول لكم الأفكار إزاي الترابيزة الناس بتقعد وبتتكلم إزاي ولكن لغاية دلوقتي الأسماء اللي أقدر أقول لكم هي الأقرب واللي ممكن تتبلغ عشان تحضر للسفر محمد معروف محمودة برجال أحمد حسام طهى سامي هلهل سامير جمال أحمد الغندور وعلى الفار بنتكلم مثلا في إطار 3 عمر الشناوي واقل فرحان وممكن يجي من بعيد حسام عزب حجاج أو طارق مجدي الأيام اللي جاية هنشوف القرار ولكن بنحاول نحطكم في الصورة لغاية لما نشوف في الفاينال كده القرار النهائي من رئيس لجنة الحكام طيب نهاردة بالمناسبة في اجتماع كان خرج دكتور إهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة وقال إن في اجتماع في اتحاد الكورة لبحث عدة ملفات أولا تحديد منصب الكابتن محمد يوسف اللي كان معين من حوالي فترة قريبة مدرب عام في منتخب مصر ولكن بعد اختيار الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن تم تشكيل جهاز فن جديد موجود فيه طارق سليمان ومحمد عبدالوح فبالتالي مش عارفين دلوقتي إيه الدور اللي هيقوم بيه الكابتن محمد يوسف النهاردة اتحاد الكورة عنده اجتماع عشان يشوف إيه الدور وإيه المهام اللي هيتم تكلف بيها الكابتن محمد يوسف طيب ده جانب الجانب التاني منقشة طلبات الكابتن حسام والكابتن إبراهيم حسن في الفترة اللي جاية كان حصل اجتماع ما بين الجهاز الفني للمنتخب مع ربطة الأندية وتم الاتفاق على فكرة إن فيه معسكرات هتبدأ بدر شوية عشان ندم ساحة شوية اختيار وتدريبات للكابتن حسن بحيث إن المعسكرات الأجندة الدولية مدتها ما بتستمرش حوالي أكتر من أسبوع فكانت فرصة اللي احنا نعمل اجتماع معها عشان نقدر نعد جدوى للدور لغاية الأسبوع التلاتين ونحدد بقى كل الملامح في الفترة اللي جاية فيه جانب فني متعلق به هنلعب مع مين أجندة شهر مارس تسكنت خلاص دورة في الإمارات هنلعب مع كرواتيا نيزولندا تونس لسه هتتعمل القرى هنهارف هنلعب مع مين أجندة شهر ستة دي تصفيات كاس عالم هنلعب فيها مع بوركينا فاسوى غينيا بيساو هل ممكن كابتن حسام يفكر في مباراة ودية خارج الأجندة ده هنشوفه فيه الاجتماع اللي هيتم النهاردة ما بين الجهاز الفني مع اتحاد الكورة بمناسبة اتحاد الكورة لو تتذكروا كده الفترة اللي فاتت كنت قلت معلومة مهمة جدا متعلقة بالكابتن علاء نبيل وفي عز مكان طلعت اخبار ومعلومات قالها احمد حسام ميدو لعب نادي الزمالك السابق وقال فيها ان الكابتن علاء نبيل مش معال رخصة البرو انا على طول وجهت سؤال لمسؤول بارس في الاتحاد الدولي ليه علاقة بالاشراف على اللايسنز والرخص التدريبية مع الاتحادات القرية وكلمت رئيس لجنة الترخيص في الاتحاد الافريقي مباشرة طلو فيه كلام في مصر بتقال واحد اثنين ثلاثة هل تيكنيكال ديريكتور اللي بيمسك المدير الفني للاتحاد القرى لازم يكون مع البرو قال لي لا قال لي الكلام ده مش حقيقي قال لي الكلام ده مش صحيح خالص قال لي كل اتحاد وطني بيطبق المعايير اللي هو بيحطه احنا كاتحاد افريقي او كاتحاد دولي ماناش علاقة بهذا الشأن وبالتالي اللي انا قلته فعلا طلع حصل لان جامعتنا مكالمة مع الكابتن علاء نبيل بعد ما رجع من تونس وكان شاف الكلام اللي انا كتبته وقلته فقال لي كلامك صحي بنسبة 100% انا كنت موجود في تونس وسألت على فكرة ناس موجودة من الاتحاد الافريقي في هذا الشأن لعله عسى يمكن اتحاد القرى ارتكب خطأ ولا حاجة فني مثلا ما هو برضو لو كلام احمد حسام ميدو احنا دايما بناخدوش على محمل الجد لازم برضو معلومة نهتم بيها لعله عسى ممكن يكون عنده يعني معلومة صحيحة في هذا الشأن ولكن كانت المفاجأة ان برضو كل كلامه غلط والكابتن على نبيل تعيينه سليم الحاجة التانية برضو الغريبة ان احمد حسام ميدو قالك رخص المدربين اللي المفروض كانت موجودة الفترة الاخيرة في اجتماعات اتحاد القرى المفروض الكاف رفضها او لم يعتمدها انا سألت في الاتحاد الافريقي قالوا لي بالعكس احنا اعتمدناها وبعتناها للاتحاد المصري كلام ده انا قلته على فكرة الاسبوع اللي فات انبارح كابتن اسلام الشاطر عشان ينسبت بس ان احنا الحمد لله لما بنتكلم في قناة الاهل بنتكلم بناء على مستندات ومعلومات كابتن اسلام الشاطر انبارح في بنامج البيت الكبير عرض الرخصة التدريبية للكابتن واق الرياض شيتوس نجم النادي الاهلي والمدير الفني لمنتخب الشباب اهي قدامكم على الشاشة بنكمل كلنا شغل بعض وده الديبلوما المتعلقة بالليسنز للمدربين مكتوبة هو دي اللايسنز ايه كوتشنج ديبلوما الرخصة التدريبية للمدربين الرخصة ايه واسم الكابتن واق الرياض وتاريخ ميلاده وتوقيت اعتماد الرخصة وتوقيت اعتماد الرخصة وممضية وموقعة من السكرتيري العامل الاتحاد الافريقي وبالتالي كل كلامنا هنا على موضوع الرخص التدريبية للمدربين اللي اتعملوهم اللايسنز ايه في الاتحاد المصري كانت سليمة المادة العلمية اللي اتقدمت لهم كانت سليمة تعييني الكابتن على نبيل كان سليم ليه ليه نختلط ازمات وليه نخلق مشكلة فنية داخل اتحاد الكورة عندك مشكلة الاتحاد فيه مشاكل كتيرة ممكن تتكلم عليها ولكن في معلومات زي دي ليه نخلق بلبلة ونخلي الناس تقرأ معلومات غلط احنا هنا بنصحح ليه احنا ليس مع احمد حسان ميدو ولا مع اتحاد الكورة بل بلعكس احنا هنا اكتر ناس بتهاجم اتحاد الكورة ولكن احنا مع المعلومة السليمة عشان كده كان ضرنا نقدم مادة سليمة ومعلومة سليمة لكل السادة المشاهدين المعلومة السليمة ان الكاف والفيفا ما لهمش علاقة اطلاقا بتعيين التكنيكا الديريكتور في اي اتحاد وطني بالاضافة لكده مفيش حاجة اسمها شرطة اساس عشان تعيين مدير فن الاتحاد الكورة يكون معاه الرخصة البرو وبدليل ان الكابتن علاق نبيل معاه الرخصة ايه من سنة 98 اشتغل معاون ومساعد مع الكابتن محمود الجهري رحمة الله عليه في منتخب الاردن والكابتن علاق نبيل مسك قطاعات ناشئين في انداء عديدة في الفترة اللي فاتت اي خلاف شخص بقى احنا مشترف فيه فدورنا اللي احنا ندافع عن الحق الحق ان تعيين الكابتن علاق نبيل صح الحق ان الرخص التدريبية اللي اتعاملت للمدربين واللي الكاف احتمدها وبعاتها للمدربين طلعت سليم انا بها هنا عندي سؤال وعندي سؤال للاتحاد المصري للكرة القدر يا جماعة لو عايزين تعملوا نظام لو عايزين تعملوا نظام اي عنصر من عناصر اللعبة يطلع على شاشة يقول معلومة غلط او يتجاوز يتحول دايريك لجنة انضباط يتحول على طول مباشرة لجنة انضباط الخطأ المهني اللي اتقال دا سواء في البرامج او على تويتر او حتى المنصة اكس بالمسمة الجديد يعني دا كلام لازم يحاسب عليه ايا كان مين اللي بيتكلم لو عايزين تعملوا نظام ولو عايزين تعملوا انضباط في المنظومة وعندوكوا لو ويحت الطبق لازم اي شخص يخرج عن الاطار لازم يتحول لجنة انضباط لو الكبير تعاقب الكل هيتعلم والكل مش هيكتهد ومش هيفتي ومش هيتكلم فاي كلام على الهوى ارجوكم يا جماعة طبقوا النظام لو اي عنصر من عناصر اللعبة لاعب كان او مدرب سابق او حكم او 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 شايفينه قال معلومات غلط وعندوكم ما يثبت ان المعلومات دي غلط حولوا لجنة انضباط عشان يكون فيه قرارات انضباطية وتأدبية لأي حد في المنظومة يخرج عن اطار الروح الرياضية او اطار اللي لوائح حددته في اتحاد الكورة ارجوكم يا جماعة شوية نظام شوية عشان الفترة اللي جاية مش محتاجين بالبالة كتير كل واحد يقوم بدوره لو لاعب سابق اشتغل وامتهن عمل اعلامي يا اما يدرس ويطلع يتكلم صح يا اما انتو تتخذوا قدامه قرارات عشان الرأي العام ما يتمش تسقيفه بمعلومات غلط احنا هنا مش بنعمل اه مش بنوجه حد او بنقولكوا تعملوا ايه او متعملش ايه واحنا بنتكلم الصح لان احنا في النهاية بنقدم مادة اعلامية للمشاهد واحنا ههمنا المشاهد المصري يكون مثقف قرويا يكون فاهم اللواح بتقول ايه يكون عارف اللعبة بتدوري ازاي دورنا الاعلامي كده احنا مش دورنا الاعلامي نطلع نقول مين كسب مين خلص اتنين اتنين خلص تلاتة تلاتة لازم نقدم مادة اعلامية المشاهد يتفرج عليها ويستفيد منها فارجوكم يا جماعة اي حد يخرج عن النص ويقول معلومات غلط او يتجاوز ضد القائمين على ادارة المنظومة يتحول لجنة انضباط على طول واعتقد يعني الاجابات واضحة الاجابات واضحة وانتو عندكم كل التفاصيل في هذا الشعب كمان اضافة لكده وانا بتكلم على اتحاد الكور وانا هنا بقى شوفوه يعني انا قلت هو موقف ايجابي لاتحاد الكور تعالوا بقى للموقف السلبي في اتحاد الكور اتحاد الكور بقى له اكتر من حوالي اسبوع عمال ينزل معلومات غلط كل التوفيق وبنبارك للأستاذ جمال علام رئاسته لاتحاد شمال افريقيا كل التوفيق ليه مقعد اتحاد شمال افريقيا بيتوزع بالتناوم ما بين كل الدول اللي موجودين في شمال الكور والنهاردة هو قبل اجتماع الاتحاد الكور كان فيه طرطة كده وكان فيه تهنئة من كل العاملين واعضاء مجلس الادارة للأستاذ جمال علام على يعني تنصيبه كرئيس اتحاد شمال افريقيا وده منصب على فكرة مفيد جدا لمصر لان حتى استاذ جمال علام بعد ما يخلص مدته في شهر تمانية اللي جاي وجيه مجلس الادارة جديد المنصب هنا بيبقى يعني اصد التعيين هنا بالمنصب مش بالشخص يعني الاختيار هنا بالمنصب مين رئيس اتحاد الكورة مش لشخص قال له استاذ جمال علام بنبارك له نتمنى له التوفيق نتمنى يكون فيه اضافة في 6 شهور مع اتحاد شمال افريقيا ولكن النقطة السلبية ارجوكم جماعة بلاش خلط ما بين فكرة انه هو رئيس اتحاد شمال افريقيا وعضوة المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي ساس جمال علام او اي رئيس اتحاد شمال افريقي ليس عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي برضو قولوا معلومة صح للناس اللي بتقرأ الاخبار اللي بتنزل على صفحة الاتحاد رئيس اتحاد شمال افريقيا ليس عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بيشكل من 6 مناطق جغرافية بالانتخاب كل منطقة بيبقى فيها عضوين بيخشوا انتخابات اللجنة التنفيذية كل سنتين بيتم تغيير نصف المقاعد وعدد اعضاء اللجنة التنفيذية 23 عضو في 13 عضو من المناطق الجغرافية المختلفة في عنصر نسائي فيه 6 اعضاء ممثلين من الفيفا بيكونوا عضوية لجنة التنفيذية في الكاف قريدي طالما هو في الفيفا لازم يكون في الكاف معهم رئيس الاتحاد الافريقي ده الشكل العام للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي المناطق الجغرافية او رئيس اتحاد شمال افريقيا رئيس اتحاد غرب افريقيا اي او بي رئيس اتحاد كسافة او سكافة اللي هو جنوب القرى دول موجودين ك مش أصحاب قرار ولا لهم تصويت ولكن موجودين عشان اللي بيحصل في اللجنة التنفيذية تبقى اللجان أو الإدارات المختصة زي المدير المالي والمدير القطاع التجاري ورئيس اتحاد الشمال الإفريقي ورئيس اتحاد غرب إفريقيا يكونوا عارفين اللي بيحصل في المكتب التنفيذي ولكن ليس عضواً في اللجنة التنفيذية ولا صاحب قرار ولا بيشارك في اتخاذ القرار فأرجوكم بس المعلومة تتكتب على صفحة الاتحاد تتكتب صح رئيس اتحاد شمال إفريقيا كل التوفيق ولكن ليس عضواً في المكتب التنفيذي آخر حاجة بلما أطلع الفاصل امبارح كانت فيه مباراة بتتلعب في الدوري وأتمنى اتحاد القرى يعني يلحق يشوف المشكلة دي ويحلها امبارح المباراة بتتلعب بدون تقنية التسلل تقنية الفار موجودة ولكن تقنية التسلل ما كانش موجودة ثلاث مباراة تتلعب امبارح في مباراة سيراميكا والجونع في لعبة كان فيها تسلل الكابتن محمود أبو الرجال احتسب هدف المساعد ولكن الفار تدخل ولكن الخطوط ما طلعتش على الشاشة سألت ليه ما طلعتش؟ قالك أصل تقنية التسلل مش موجودة لأن ده اوبشن المفوط بيتدفع عليه فلوس فما تدفعتش فأتمنى اتحاد القرى الفترة اللي جاية يراعي فكرة ان التقنية اللي موجودة في الدوري المصري مش هقول تتحدث اكتر من كده يعني الفرجن اللي شغلت دلوقتي ده فرجن بعيد جدا يعني مش عايزة أقول تطور اكتر من كده بس لو هتشتغلوا على النظام ده تتدفع مش عايزة أقولك تطبق تقنية خط المرمى بس يعني ما ينفعش فار بدون تقنية تسلل أرجوكم بس الفترة اللي جاية لو هنكمل الدوري بشكل سليم المشكلة دي تتحل دي كانت أبرز الموضوعات اللي معايا والقضايا اللي موجودة على الساحة الرياضية وفي السوشيال ميديا هنخرج على فاصل ثم نواصل موسيقى 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 اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من مرنامج الترند وهيكون متعلق بآخر أخبار الترند والبداية بترند الآلي حساب الوطن الرياضي بيتكلم على رحلة الأهلي إلى غانا وكانت البداية بتعطر طائرة الأهلي خلال رحلة غانا طيب التفاصيل زي ما قلت لحضركم في البداية أن الرحلة تعطرت بشكل مفاجئ ولكن قائد الطائرة أبلغ البعثة بضرورة الهبوط بعد الإخلاع بداية قليلة جدا وبعد ساعتين يعني تحرقت البعثة بدلا من الساعة 12 دور تحركت حوالي الساعة 2 دور عشان تصل غانا بإذن الله حوالي الساعة في يعني 2 توصل 8 أو حوالي الساعة 7 رحلة من 5 إلى 6 ساعات طيب حساب كوراب لس بيتكلم بعد إصلاح العطل الفني طائرة الأهلي تقلع من مطار القاهرة يعني في نفس التفاصيل ونفس الأمور لكن بنأكد لحضراتكم أن كل الأمور على ما يرام يعني طبع لو كان برامج مستمر لغاية وصول البعثة كنا نحاول نطمينكم لكن على مدار اليوم كل برامج قناة الأهلي مستمرة على البث المباشر وهتطمينكم إن شاء الله بمجرد وصول البعثة إلى مدينة تاكوماسي طيب نكمل مع بعض ملعب القاهرة 24 والخبر اللي كنت أكلمكم في بداية الحلقة عليه سبب تأخر سفر خالد بيبو إلى غانا لترتيب إجراءات إقامة بحثة فريق النادي الأهلي كابتن خالد بيبو تعرض لنزلة برد جديدة جدا مناعته من السفر مع كابتن سامير عدلي بالأمس وبالتالي كان فيه علاج طبي مكثف لي مردات حيوية الرجل النهاردة حتى مسافر هو يعني تعبان جدا ألف مليون سلام عليك كابتن خالد يكون موجود مع البعثة النهاردة ولكن كابتن سامير سبق البعثة بـ 24 ساعة عشان يرتب كل الأمور الليجستية من ملعب تدريب فندو الإقامة على فكرة كمان فيه تواصل متميز جدا ما بين إدارة النادي الأهلي مع سفير مصر في غانا عشان ترتيب ويعني تزليل كافة العقبات اللي ممكن تواجه بعثة الأهلي في كوماسي نروح كمان لحساب بطولات وفيه تصريح من موزس أرما رئيس نادي مدياما الغاني رجل التصرحات غريبة جدا قالك بقى يوم الجمعة سنصدم الغانيين بفوزنا على الأهلي والله يا مستر موسيز يعني انت الصدمة دي لقدر لها تبقى لينا احنا مش للغانيين يعني احنا طبعا ما نتمناش هذه النتيجة فإن شاء الله بإذن الله يبقى الصدمة لجماهير مدياما هو بيقولك كمان هيبقى فيه مكافأة كبيرة جدا للعاب مدياما إذا فازوا على الأهلي لن أكشف عنها لكنها أكبر مما يعرضه الاتحاد الغاني على لعاب المنتخب الأول عارفيني الكلام ده معناه ايه؟ مش قصة تلات نقاط ولا قصة بطولة قصة انه بيلعب مع بطل إفريقيا بيلعب مع حامل اللقب فريم مدياما لو رجعنا مثلا بالزمن شوية لحوالي 30-40 سنة لما القالي كان بيلعب هارسف أوكا أو أشان تيكوتوكو ممكن مدياما ده ما كانش على الخريطة أو ممكن المسؤولين عنه ما كانوش موجودين أصلا ساعتها في الدور الغاني أو في الدرجات الأدنى فلما توصل لمرحلة انه بيلعب الأهلي هو شاف انه بيكتب تاريخ حق مشروع انه عايز لعب الأهلي ويكسب الأهلي لكن بإذن الله الأهلي يقدر يرد على ده ويكسب في الملعب حساب الوطن الرياضي بيقولون فيه مدافع أجنبي جديد يظهر في مران الأهلي بفارمان من كولر طيب مين المدافع؟ الكلام هنا على تصعيد ريدورف ساربا المدافع الغاني تحت السن اللي تم التعاقد معاه من أحد أكاديميات غانا وتم اختباره مع مجموعة من اللاعبين الشباب في قطاع الناشئين هل وارد ممكن المدافع ده يدخل في الحسابات في الفترة اللي جاية بدلا من محمود متولي؟ ما فيش إجابة مؤكدة ولكن انت خط الدفاع عندك دلوقتي ما فيش فيه غير ثلاث عناصر بس هم اللي موجودين محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم رامي ربيع في الدوري ممكن يتم توظيف عمر كمال عبد الواحد في مركز المساك ده في الدوري لأنه عمر اللاعب مع فيوتشر كونفيدرالية فمش هينفه يلعب مع الأهلي دوري الأبطال المدافع الغاني اللي تم التعاقد معاه من إحدى أكاديميات غانا هل ممكن يتم الاستعانة به في الدوري العام؟ هو تصعب للتدريبات عشان يكون إضافة لخط الدفاع اللي مفيش فيه غير ثلاث لعيبة بس عموما الأيام اللي جاية هنشوف كولر بيفكر إزاي في هذا الشأن ضوابة أخبار اليوم عاجل تعديل عقد الشناوي الأهلي يقترب من حسم ملف قائد الفريق خلال الفترة اللي جاية ليس هناك جديد في هذا الشأن وقلت لكم قبل كده ملف الشناوي مش عايز أقول ملف مفيش أزمة مفيش أزمة في مسألة استمرار الشناوي أو تجديد عقد الشناوي أو تعديل عقد الشناوي محمد الشناوي وكابتن فريق النادي الأهلي فطبيعي جدا ما يكونش فيه أزمة وفي كل ملف أو كل موضوع هيتم إعلانه في التوقيت المناسب المصر الرياضي بيقوله مدرب منتخب كودفوار إمريس سفاي كان ليه تصريحات مبارح عبر التلفزيون المصري وقال فيها كرة القدم المصرية مثيرة ومغرية جدا للكثير من المدربين اللي العمل بها ده طبعا قالك أنا أتابع الأندية المصرية في البطولات القرية وشاهدت ما حققه الأهلي في السنوات الماضية المدرب ده جي من بعيد كان مساعد مع المدرب الفرنسي اللي دلوقتي مرسلية استعام بيه عشان يكون مدير فني تخيلوا إن المدرب الفرنسي اللي كان بيقود كودفوار وتم إقالته بعد الدر الأول في الظل إن الناس شايفة إن كودفوار خلاص هتخرج ومش هتكمل المدرب ده حاليا أولمبيك مرسلية تعاقد معه شوفوا التغييرات والتعادلات بتحصل إزاي المدرب المساعد إمريس سفاي اللي كان موجود على فكرة مع الكودفوار في 2006 هنا في مصر ولاعب مهم جدا فيه منتخب كودفوار زميل ياتوري وادروكبة تم الاستعانة به في البطولة رغم إن هم كانوا بيفاوضوا هيرف رونار يقود المسيرة حتى نهاية البطولة شاءت الظروف إن المدرب ده يكون حاليا هو أول مدرب إفواري يفوز بكاس الأمم الإفريقية فاز بالبطولة وحاليا هو رايح فيه منطقة مختلفة تماما في عالم التدريب نتمنى له التوفيق طيب اليوم السابع بيقولوا فيه تطور جديد في علاقة أحمد عبدالقادر مع كولر بالأهلي التطور قالك إن الأمور دلوقتي أصبحت أفضل من الأول لأن المدرب بيحب اللعب من البداية ويمنحه فرصة في الفترة اللي جاية كولر قال لي عبدالقادر الكرة في ملعبك اجتهد في التدريبات عشان ترجع من تاني وتاخد فرصة المشاركة دي كانت أبرز النقاط اللي معنا النهاردة في ترند الأهلي نروح بقى لترند المحلي ونشوف الشأن المحلي هل فيه أمور مختلفة عن الحاجات اللي احنا تكلمنا فيها من شوية ولا لا نبدأ بحسب بطولات وبيقولوا هناك اقتراح على تولة اتحاد الكرة بشأن تشكيل لجنة فنية تضم لاعبين أساطير في الكرة المصرية للإشراف على المنتخبات الوطنية ونقل خبراتهم لمدرب هذه المنتخبات سيكون من مهام هذه اللجنة التواصل مع مدرب المنتخبات الوطنية في كافة المراحل السنية والوقوف على مدى التطور ونقل احتياجاتهم لاتحاد الكرة والوزارة تشكيل لجنة فنية طبما الكابتن علي نبيل جيد الواتي هو المفروض يعني المدير الفني لاتحاد الكرة والنهاردة هنحاول نعرف المنصب الجديد اللي هيتولى الكابتن محمد يوسف هل ده ممكن كلها علاقة باللجنة الفنية هنشوف القصة دي وممكن يوم السبت نرد على حضراتكم ونقول لكم التفاصيل رياضي بيقول اتحاد الكرة يرفض طلب حسام حسن ويعقد اجتماعا عاجلا بمقر الجبالية ايه هو الطلب؟ كابتن حسام في التفاصيل قالوا يعني انه عايز يقلس عرد انديت الدوري في الموسم اللي جاي عشان يفسح المجل المنتخب انه يستعد ويبقى عنده مساحة وقت يقدر يعمل معسكرات والله يا كابتن حسام لو قدرت تقنع اتحاد الكرة في هذا القرار انا عرفع لك القبعة لو كابتن حسام حسن قدر يقنع اتحاد الكرة في هذا القرار هيبقى قرار عظيم منك بغض النظر بقى عن قيادتك الفنية لاتحاد الكرة نتمنى الاتحاد يوافق ما يرفضش طيب نروح للمشاكات والسؤال طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم ليه؟ نتيجة اللقاء وممكن من يحرز اهداف في مباراة الاهلي وميدياما سامح بيقول اتوقع مباراة قوية اتوقع فوز الاهلي او التعادل المهم العودة بنتيجة جبية للتصدر المجموعة هيسجل الاهلي مودست اوتاو بالتوفيه ان شاء الله نازل قرن وسيد اسرطي هاخد عراقه كده بسرعة مصطفى بيقول دمطش ملوش توقعات فريق مدياما في ارضه بيزهر بشكل كويس جدا بإذن الله نكسب بأي نتيجة ولو ما فيش نصيب نتعادل عشان نضمن بشكل كبير الصعود ان شاء الله وتحياتي لحضرتك شكرا يا أستاذ مصطفى تحياتي ليك ياسمين بتقول ان شاء الله الاهلي يكسب سفر اتنين اهلوية وافتخ عمر منصور بيقول ان شاء الله اتنين مقابل سفر لصالح الاهلي تاو مودست كل التوفيل الاهلي العظيم بطل افريقي مصطفى بيقول ان شاء الله الفوز الاهلي اتنين واحد حسين الشحات وتاو انا شايف الناس كلها بتركز على تاو هيجيب هدف جمال بيقول ان شاء الله اتنين سفر الاهلي ببرس تاو ووسام بو علي اول توقع لووسام بو علي ابو يوسف بيقول واحد سفر ان شاء الله وسام بو علي طب كويس يعني الناس عندها امل ان وسام بو علي في اول مشاركة مع الاهلي في دور الابطال يحرز هدف ده شيء ايجابي جدا والتوقعات كلها شايفة ان بيرس تاو كمان هيكون موجود ويحرز هدف في النهاية نتمنى العودة من نتيجة اجابية ايا كان مين ممكن يحرز الاهداف في الختام وفي ختم هذا الاسبوع بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة والى اللقاء الاسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا والى اللقاء